يعني السوق الآسيويين هذا مستوى الغش ولا فيه غش أرفع من شذي أنا بالنسبة لي أنا ما شفت إلا عند الآسيويين نعم ما شفت مثلا لأن أماكن كبيرة ما تقدر يتغامر محلات كبيرة ما تقدر يتغامر بالشي هذا علشان سمعتها تقصر علشان سمعتها نعم يشتكون عليه وحنا ما شاء الله عندنا بالكويت رقابة مشددة عندنا البلدية يعني الماكن اللي ما أخذ ما عندها إذا يومين ما أجدد رخصتها يسكروا له المحل البلدية التجارة هل أنتوا عندكم محل الآن؟ أنا ما حطيت المحل ولا شغلكم في البيت؟ شغلنا في البيت ومعتمدين حسب الطلب حسب الطلب ونحن نكون موفرين زين نزين فعني الناس يدقون علينا وناصرنا مثلا ما تقولين ونزين حي خلينا نرجع شوي بلا ورا الانطلاقة صال لكم ثلاث سنوات صحيح شلون تولدت الفكرة يا خالد أنت وزوجتك طرفة وانا بالقصة نسمحها القصة أول شي أنا إنسان أحب العطور يعني تشوفيني بس قاعد ورا شرش حتى إذا كنت قاعد بالدار رش بالدار أنا إنسان أحب العطور فأول كنت أسوي تركيب عطب روحي لما تزوجت وزوجت عندها خبرة فقمنا نطور زوجتك متخصصة مختبرات طبية مختبرات طبية نعم نزين في تركيب الأدوية وما أدوية نعم فقمنا نتخصص يعني تقول لي مثلا نسوي للعطر وانت عندك هذه هواية كانت هواية هواية ما يعني ما كان إنها مشروع وكنت يعني أيامها نعم نعم نقدم على الوظيفة ولكن ما توظفت فقالت خلنا نسوي عطر تشوف الزيت هذا وكثافته وشذي نعم خلال هالفترة الثلاث سنوات أشقق للعطور نعم وانت قاعد تقول أنا قاعد رشرش أنا الحين متأكدة إن أهل الديرة يقولوا لك يا خاد مو بس أنت بروح أكل رشرش ترى كل الكويتيين وأجزم ترى معاشاتهم وانا ترى وحدة من عندهم ما يستخسرون إن يقطون فلوسهم على الطيب أو على العطور ما شاء الله عليهم يعني تلقاهم أي مكان يصير فيه سيل ولا تنزيلات على عطور عرفت شو حتى المعارض اللي قاعدة تصير ما شاء الله مالك محطر الخاصة إذا صار العطور إن زين الآن أنت تحب تركيب العطور بالإضافة إلى أن زوجتك في مختبرات طبية أول عطر سويتوه تركيبة أول عطر خلطة سويتوها كان اسمه عطر طرفة عطر طرفة دعنا نرى عطر طرفة يا خالد أين هي؟ دعنا نرى طرف كاهي كاهي أيوة إذا مغلطاني لا هذا فهد لا نزي فأعتقد هذا هذا طرفة هذا طرفة دعنا نرى عطر طرفة مسميه على زوجته يعني هذا أنا اليوم أشوف جماليات جمال إنه من الشباب الكويتي قاعد يركب تركيبة وكم مشروع صغير و الله يوقف الجمال الثاني المساعدة هو زوجته في عمل هذا المشروع هذا الجمال الأكثر إنه سمى أول عطر و دلعها أو هي دلعتنا في سبعة زوجتك لازم أنا دلعها هو دلعها و سمى العطر أطر طرفة إن شاء الله نتمنى من عندكم يا رجال الكويت كلكم الدلعون نسائكم هذا عطر طرفة شنو تركيبته؟ تركيبته مكون من الورد و العود ورد؟ أي ثلاثة نوع من الورد و نوع واحد من العود التركيبة منكم تأخذ كثير؟ تأخذ تقريبا ثلاثة يوم ثلاثة أيام عشان تطلع خلطة جديدة تأخذ منك ثلاثة أيام تم الاتفاق طبعا صار اسمها الأطر طرفة بين العود و بين الورد فقط ما صارت علي أضافات ثانية أو أنت أضفت بعض الأشياء لا لا نحن خلطنا ثلاثة نوع من الورد و نوع واحد من العود بكثافات معينة طبعا هذا التحليل هي بكثافات يعني كثافة الورد الطائفي يا خالد و كثافة العود هي التي تحدد نوع العطر؟ تحدد كم الضيفين بالملي بالملي إذا كان كثافة 93 أنت ما تقدر تضيفينه مثلا خمسة عش ملي ما تقدر تضيفينه تصير ريحة واحدة ما تقدر تتميزين أنه كذر عطر أو ينولد عطر جديد هي إضافات التركيبات المنزلية تعطيك لازم عطر جديد أنت مشامل تقبل كل تركيبة؟ كل تركيبة لها إضافات معينة ينولد عطر جديد أنت مشامل تقبل عطر يحبينه ويعجبك لكن لا تقدر تقول مثلا إيه هذا نفس العطر الفلاني نعم هذه هي طريقة الخلطات عندنا كم أول ما بديته؟ أي سنة؟ بديته؟ بدينا 2009 شهر أربعة بديته الآن أعتقدت ثلاث سنوات؟ تقريبا انطلقته بفكرة مشروع بسيط ما كانت بفكرة مشروع ولا مشروع ولا شيء؟ حلو كان عمل صغير كان عمل صغير يعني سوي عطور الرشج أنا وياها نحب العطور وكذلك الطرف الثالث ترى وائل نحن نسيناه من هو وائل الحين؟ وائل يصير نسي بأخو طرفه هم نمسي عليه بعد هذا أختصاصه تسويق هو خريج دار التسويق لا خلينا حين في البدايات كيف انطلقت الفكرة؟ هل كانت موهبة؟ هل كانت هواية؟ أو لا؟ كان مشروع تجاري مستقبلي نحن نسوي ونبيع كيف كانت من الأهل؟ هي كانت بدايتها مجرد موهبة والناس يعرفون خالد أنه يحب العطور ويعرفون طرفه تحب العطور فمثلا صار عرس أو استقبال خذت أربع عطور طرفه وودته باسمها بعدين سوينا عطر ثاني اسمه الحب خالد الحب؟ خالد سماها الحب خالد هي سمتها مو أنا سميتها يعني هو سمى طرفه ايه وهي سمت الحب خالد على ذوقي ايه احنا نقرأ عليكم المعودات هذه ما فيها عود أظنتي لا هذا سويت سويت فواكه هذي ايه والله أنا عجبتني هذي وايد سويت اللي هي الحب خالد ايه ايه سويت فواكه يعني ايه تاخدون خلخام اسمها سويت فواكه يعني مثلا ناخذ نوع من الزيوت مثلا الفواكه مثلا يكون مانغو او اورنج او ليمون ايه او ناخذ مثلا فيه تشوكليت او الحلة ايه ايه الله عدان اشوف غرامي شي اسمه كاكاو اذا فيه عطر كاكاو ان شاء الله ان شاء الله ايه هذي الحين الحب الخالد وهذه طرفة بعدين بعدين قمنا نسوي خلطات يعني مثلا نحب مثلا نوع مثلا يعني مرتك كانت توديت هادي ايه ايه اشلون وصلت التفكير من 2009 حين 2011 ليه غاية شهر سبع 2009 احنا كان مجرد هدايا نعم ايه 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 رفيجة طرفة بدوامها قالت لها انا اشتري منك اربعة طور طرفة هذي البداية البولة البداية ايه قمت بتشتري مني اربعة طور قلت يا الله تب تشتري تشتري بعنا اربعة طور وبعدين بعنا على شخص ثاني بعدين خالطة اشترت بعدين ام اشترت نعم يعني بدت بين الاهل بين الاهل ايه يعني شكثر الاهل يشجعون يا خالد وايد يشجعون الاهل شجعون بعدين اذا شيء ما عجبهم لان هذول الاهل يقولون ترى مو حلو او لا وايد هم المقياس هم المقياس لان هذول اهل ما ينحرجون او يستحن من احد بدأ بداية لغاية اول 2010 كان بيع بين الاهل قبل ما ننزل عاد بالنت وشده ايه من سنة 2010 بداية 2010 سوينا موقع طرفة العطور ونشرناه موقع ايه من صاحب الفكرة انتو ثلاثتكم انا صاحب لان انا تخصصي يعني ادارة اعمال انا احب النت وصممت الموقع ونزلته حلو ونشرته بين موقع الفيسبوك او تويتر حلو وموقع الباجر وموقع العلانات والله صار بزنس كما الناس يعرفونه كطرفة العطورة سوينا ما يقارب خمسة عش خلطة فكانت خمسة عش خلطة موجودين احنا بس لا تقشر عليهم ايه مثلا عجيب طلع لنا اياهم هنا خنشوف البداية هذا عجيب ايه عطر عجيب اوكي هذا الحب خالد ايه وطرفة ايه وطرفة كطرفة ايه انزل وهذا تذكرهم خالد تذكرهم ايه اذكرهم ايه ايه فواح انزل انزل هذا عود مبخر ايه انزل يعني في روعة هذا من جديدنا راح شممتش يالا انه بالبدايات انت طلعت الخمسة عشر عطر تقول من اول عطر طرفة والحب خالد ايه يعني لغاية امس وصلت خمسة عشر ايه اوكي يعني نقول احنا من الفين وتسعة امم لالفين وحد عشر اه خمسة عشر خلطة تركيبة انتو طلعتها انت وزوجتك اي نعم نقدر نقول شديد وين هم الخمسة عشر اللي انت وزوجتك سويتوها الحين هذول هذول ثلاثة ثلاثة ايه ايه فمثلا عندك المملكة نعم خلها يمك هذه بعد انزل روح الورد يعني لليوم هذا وصلنا احنا كخمسة عشر خلطة نعم لاننا في خلطات مثلا اربع خمسة سبع ثمان تسع نعم 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 يعني انا حتى اطرفواح اندي نوعين منها نعم هذة من اطورات الفنانين خلي الفنانين احنا بيشوف الحين انتاتكم انتو هذة الكويت اوكي ممتاز نعم شارع الحب هذة واو نعم هذة كثير من خمسة عشر ايه لانا في اطرين توني من نزلينهم ايه الحين طبعا بأسامة يركز الله يغضى عليه على الانتاج اللي طرفة وخالد ومشروعهم معهم طبعا وائل الشباب هذة والثلاثة انتجوا خلطات من عندهم تركيباتهم وهم يعني مو الناس اللي طلبوا من عندهم هذا المحور الثاني بنتكلم فيه حتى طلب الفنانين او الناس الاخرين خلينا لان انا اهموني الشباب شلون فكروا انتجوا وابدعوا وصووا خلطات معينة نشوف احنا كذا خلطة هذا الخلطة اسمها روح الورد انا رشتها على ايدي لان طبيعتها احب الورد يعني سواء الورد الطائفي والله ريحتها خنينة حلوة وهادية الريح الهادية نشوف هني سماها روعة لها انت متحطوا الاسم او انتو تحطوا الاسم على التركيبة ولا والله ها حلوة هذي خلل نسميها تشلي احين سميته هذه الورد احنا هذي روح الورد هذي روعة هذي روعة هذي روعة احنا شنو ميزة الاسامي عندنا انت واحدة من الاهل عندنا خلطات جديدة من خلطات جديدة شمينات خلينات شمينات الله روعة فناخذ الاسم هذا اوكي فطلعت من شموها ايه فعلي يعني يعطينا راية مثلا كأول كلمة يقولها روعة حلوة عجيبة نعم فاحنا ناخذ المسمى هذا وننزل عليها الاسم نعم هذي الطرفة هذي عودن بخار هذي عودن بخار ايه افر الغيرش هذي عودن بخار ايه وهذه سموها فواح فواح لأن فواح نوعين عندنا وهذه أجيب فواح نوعين وهذه أجيب وهذه طرفة هذه أول واحدة وهذا الحب خالد وهذه المملكة هذا واو هذا شارع الحب أنا عاجبيني واو وشارع الحب هذة أول ما ح美元 قال Оو رحتوا خذيتوها شارع الحب ايش قصته شارع الحب اذا تعرفين قصة شارع الحب دائما واحد من الرابع يقول هذا عطر ترش وتفتر بالحب بشارع الحب فاسميناه شارع الحب سمعته يا أهلا الديرة يقولك هذا شارع الحب ترش منه وتفتر ترش منه ترش منه وتفتر بشارع الحب وهذا سماه شارع الحب أنا شميت ساعات لأن عادة حتى نحن نشتري عطور تختلط الروائح فماسر تميز حتى في دراسات يسوونها يقولك إذا أنت تبت تشتري عطر في المكان اللي تروح تبت تشتري عطر رش رشة ولا تشتريها مباشرة اخذ لك لفة اخذ لك دورة رد مرة ثانية علشان شم مسام جسمك هالأهية فعلا لا أمت الجسم ولا لا لأنك وايد خالد ننغرب العطور كبداية ومن توصل وتشتريها ويمكن تكون غالية الثمن توصل للبيت أشوفها ما استخدمتها مرة ثانية وهذا تحصل مع الكثيرين فيفضل أنكم تشمون العطر تتركونه بعدين تردون عليه لأنه ليس كل عطر اللي أنت تشمينه علي هو نفسه يوالم جسمك لأنه حسب أفرازات الجسم حسب تقبل مسامات الجسم هادئة شارع الحب اي والله حلوها حلوة حلوة ترى انزين هذا شارع الحب خلقت به اشألا عنسى عنها رأجبتني انزين هذه طبعا بداياتكم بعدين أعظنتي الموضوع تطور أكثر من شدي ذكرت قبل شوي انكم انتوا بديتوا اشتركوا في القناة